ولا حرك هو عتدرب هو عتدرب ما تدربش بتبصص عن نسوان انت مش عارف انا مين بين يعني انا المحاسب بتاع المقاول وحاسب او الله العظيم اقفل خشبك منك ليه فيها شيء لقيت واجف بيتجسس علينا من غاية يا بوي الراجل جليل حيا ده كان متداري وسط الدرع يبص علينا اقفل يا نفيس يا روحي ادخل يا حرمة منك ليه لا ابدا والله يا حج الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجة كلها ومش عصدي حتى اسألوا منع بيه صاحب العزبة هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمة بضاني مع العمات تجوم تجعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك اللي انت عملته داعيب ونعرف منين بس ان فيه ستات وناس هنا يعني سألت منع بيه وجلك انه مجاعد عيلته في اخر الارض تجوم تجرب نوحينا جلت حيا الجوع الجوع يا ابن عمي قلت اتسلى وادور في الارض يمكن نلاقي بطيخة شوية كنت لهم خلاص شهين ايوا يا بوي رجعوا مطرحوا ونبه على المجاول بتاعوا اي نفر من لنفار هيجرب نوحينا حناكتلوا وناكتلوا في الارض حاضر يا بوي قدامي قدامي واحمد رب لانك هاجي على رجليك الغريبة عمه ولو كان بصير وانا ليا عزري ما لكشو عزري تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيلة عندك حق انا ما اقولكم ما عادتش تتكرر واصل الحمد لله ان هي جات على كدك ده اهدى اهدى اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك اوعيدكم انها مش هتتكرر انتو ناس طيبين وفي حالكم كل حلمكم ان انتو تبنوا بيوت لاموكم وده حقكم ومن حقكم خلصلكم البيوت دي بسرعة تقرير وافئ حضرة الزابط واضح انك بازلت مشهود كبير الحقيقة يا فندي من عشرتهم وشوفت بيوتهم وتأكدت انهم ناش شرفة ومكفحين ومنعه واملهم في حياة كريمة انت فحصت اراضيهم كلها واصق انهم ما بيزرعوش اي حاجة مخالفة ولا سبق لهم زراعة اي مخدرات انا فحصت التربة دي كويس واضح انها ارض بكر وكلفت منعه كتير لحد ما خليها تدي محصول كويس انا شايف اصلاتي وفواتيري للتجار هم دول اللي اشتروا المحصول وفيه عندي ساتك الكميات والاسعار اعتقد ان الناس بتشأع عشان تطلع من الارض محصول بالكمية دي لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين عموما حضرت الضابط انا كده ارتحت مع السلامة تمام يا فندي ربنا يا كرمك يا ملنع بيه ملنع بيه من تواصل بيكو في اللحمة قوي الله يطلب امالك توكل فيهم ما هينفعوا ابدا ولا هخلصوا شغل لا حب على قدكم انا عايز البيوت دي تخلص قبل الشتة اللي جاي احنا فين والشتة فين اه مش حكاية مباني وبس يا بش محاسب بيه تشطيف محارة وسباكة واللازم منه اتا خاف ليه كده من الشتة يا ملنع بيه ابدا عايز اقمن اهلي وناسي اعمل لهم حاجة اعمل لهم بيت من الخرصانة وطلوب انا بالحق فين اهلك دي انا بقى ليه كتير ما شفتش حد منهم بتسأل لي يا بش مونس عايز اشوف العيلة اللي ليها راجل زيك عاتل همهم وبيسعل صلاحهم ما هقولوا لهم برضا كما كناش عمرنا الارض دي وزرعناها وجلنا خير وكلنا وبعناها وكسبنا والحمد بالله يعني هم قاعدين هنا في العزبة بعيد على حدود ارضي مع الصحرة وبقولك يا بش محاسب احنا طبعا صعيدة يعني ما ينفعش حد من الناس اللي شغالين معاك يعتبوا نحية الارض بيوت عندين لها حرمة ولا يا بش محاسب في دي عندك حق يا منابي انا هعمل عملية تستمشاف للارض بلاش دلوك يا حضرت الزابط بحسن الاهالي يحسوا بحاجة ويعرفوا انك مش المحاسب بتاعنك اياك اسمعك تقولي يا حضرت الزابط دا حتى لو بينك وبين نفسك انا اسمي الاستاذ نبيل المحاسب حاضر يا استاذ نبيل حاضر لازم اشوفهم بزراعوا ايه في الارض دي وادرس طبيعة المكان انت شغل رب نعستر باش رب نعستر شاي اشدع حاجة يكتب المش تفضل يا استاذ نبيل الف شكر يا بكري انت طيب او ابن حلال الله يخليك بس انت ليه مكلتش مع العمال وجد تاكل معايا يا جوطة ومش انا ما بحبش اللحمة الضانية من ساعة ما دبحوا القروف وانا مش طايا ريحت الموقع هنا خصوصا لما ابتدوا يسلووه على كده هتحرق جلبك ومش البركة فيك بقى تجيب لنا نص فرخة حتة ارنب ويا سلام بقى لو تجيب لنا حتة حشيشة نكمل بها الصهرة لا محدش في علتنا يبياشرب الحشيش لكن علت البندرية ايوه وهي عليكو علت البندرية قاعدين فيه اقول لك انا جاهدين موقع في الصهرة على حد ما نبني بعيد جديدة للعيلة اهلا اهلا يا بشماندس مناع سمحني اني باسأل يعني اصلي مش شاف حد فيكو غير ابن عمك بكري احنا فضينا الارض عشان تقعدوا براحاتكم من غير يعني ما حرمنا تكشف على حد منيكم فيدي عندك حق الحرص واجب استاذ دابيل ما يحبش لحم الخرفان شكله قدمش هيلاجه حاجة يقولها وهو هو فيه حد بيشتغل في طايفة المعمار من غير ما يحب الضاني انت اكيد مش منيهم الحقيقة ايوه دي اول مرة اشتغل معاهم اصلاان ليه اخ بيشتغل في المبلس المحلي يوقع ليش هافلة الشغلانة دي عموما انا بجدالك في البندر والجنة حابقا اجيب لك الوكل اللي يعجبك بس يالله يعملو انتوا همه كده وخلصوا رمي الاساس حددين المسلحة الربوي خلصوا مهم بكرة هنبتدي في رمي القرصة الحمد لله يلا يا بكري اركب العربية مع عمك وبالتعمك هنروح كلنا سوى لك في الاستراح وانت يا بش مهندس نبي الارضة ارضة خد راحتك سلام عليكم مالك يا من اعظم جان مني ليه ومني الاول قلت حاجة للمحاسب عنينا حاجة زي ايه لكنا نتحدث عن الوكل والشرب الحمد لله اني الحكتك اركب اركب يا ناصح عمل اهل وانده قلتني فيه المحاسب ده زابط في المدرية هنعرفه زين جبلته جبل سابق وكان بيقوله انه هو تاجر مخدرات والد نمر الطيب يعني ايه يعني فيه حد حطت عينه علينا ده اكيد العميد احمد سعيد وطالما رجليه خطت هنه يبقى لازم ناخده بنا يا عمي وما فيش نفر يعتب هنه من النجع الا لما الاغراب يطلعوا ويخلصوا المباني طب ومين اللي هي رائع مصالحهم يا ولدي لحد ما يخلصوا انا وانت بس يا عمي ما عايزة حد يعرف من النجع وربنا اصطر يركب يوليس هم الفين المحاسب اللي كان بيطلطت زي القرى القفر نا اديته حسابه وزعطه زعطه ولا هو اللي مشى من روحه والله يخاف على نفسها لما جرائبك زبطوا اتجسس عليهم في الدرة اه قلولي وانا جيت النهاردة عشان اسمي بدنوا كلمتين وعرفوا ان البيوت لها حرمة والله حقك علي هو غريب غريب ومن تاني غربة في رجالتك ولا متطمن لهم كلهم لا رجالت زنين وما فيش حد غريب ان شاء الله واحنا كمان نعرف الاصول وزنين والاصول بتقول ان اول مرة تحزير ولو تكررت حيبقى فيها جتل حد الله بيننا ما بين بيوتكم احنا ايه شغلنا نخلص ونتكل على الله عجبتني وادي بقيت حسابك اها عشان تكمل شغلك معنا وانت متطمنة ونفسك راضية راضية ان شاء الله عما ناجي لو فيه ما اصلحة بشيعله حاضر يا والدخول بارك الله فيك جد وحيلكم احسن بكتها يلا يا رجالة ان شاء الله سلامه مع السلام وكالة زرزور عادة يا سناجي موسيقى 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 موسيقى